بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نبدأ معكم دروس علم البديع بالمحسنات المعنوية وقبل ذلك نعرف البديع لغة واصطلاحا فالبديع في اللغة هو الجديد المخترع لا على مثال سابق واصطلاحا هو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال وهذه الوجوه تسمى محسنات وتنقسم إلى محسنات معنوية وأخرى لفظية وإنما قلنا هنا بعد مطابقته لمقتضى الحال لأن مطابقة مقتضى الحال هي المهمة المرجوة من علم البلاغة أصلا وهذه المهمة ينهض بها علم المعاني ولذلك وضع أولا فيما يتعلق بترتيب علوم البلاغة ووضع علم البديع في المرتبة الثالثة والأخيرة لأنه علم تحسين المحسنات المعنوية يكون التحسين فيها راجعا إلى المعنى أولا ولذلك سميت معنوية كالطباق والمقابلة والتورية وغيرها من الفنون التي سنتنأولها في هذه الوحدة الطباق الطباق أول هذه الفنون وهو الجمع بين الشيء وضده في الكلام كقوله تعالى وتحسبهم أيقاضا وهم رقود الطباق هنا وهو التضاد يقوم بين كلمة أيقاضا ورقود أيقاضا ورقود ومن ذلك قوله جل ثناؤه فلا تخشو الناس واخشوني الطباق هنا قائم بين لا تخشو واخشوني أي بين هذه الكلمة لا تخشو وكلمة اخشوني والنوع الأول يسمى طباق الإيجاب لأنه يقوم بين الكلمة وضدها أما الثاني فيسمى طباق السلب لأنه يقوم بين الكلمة ونفيها اخشو لا تخشو اخشو لا تخشو فهو يقوم بين الكلمة ونفيها بعكس النوع الأول الذي يقوم بين الكلمة وضدها النوع الثاني أو الفن الثاني من هذه الفنون هو فن المقابلة والمقابلة هي طباق مركب وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر من معنيين ثم يؤتى بمضادات هذين المعنيين أو بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب أي بنفس الترتيب كقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فنجد هنا أن يحل ضدها يحرم ولهم ضدها عليهم والطيبات ضدها الخبائث فتشكل لنا التركيب يحل لهم الطيبات على ترتيب معين ونسق منتظم ثم رتب بعد ذلك ما بعد حرف العطف يحرم عليهم الخبائث وهي المضادات الثلاث للألفاظ الثلاثة السابقة وعلى نفس النسق ونفس الترتيب وهذه تسمى المقابلة ومن ذلك قول المتنبي فلا الجود يفني المال والجد مقبل ولا البخل يبقي المال والجد مدبر نجد هنا أن المقابلة قائمة بين الجود والبخل ويفني ويبقي ومقبل ومدبر فهنا ثلاثة الفاظ رتبت بنسق معين ثم رتبت مضاداتها في الشطر الثاني على ذات النسق الفن الثالث هو مراعاة النظير وهو الجمع أو هي باعتبار المراعاة الجمع في الكلام بين أمور متناسبة لا على جهة التضاد ومن ذلك قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان فهنا الأمران المتناسبان هما الشمس والقمر وبينهما ترادف أو تقارب أو مناسبة ما لكن ليس بينهما التضاد ومن ذلك قول بن رشيق القيرواني أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن جود الأمير تميمي هنا الكلام عن مده الأمير تميم بالكرم لكنه أتى بهذه المترادفات السيول الحياة والحياة هنا المطر والبحر فهذه الثلاثة الكلمات أو الثلاثة الألفاظ تراعي بعضها بعضها فهنا السيول والحياة والبحر هي من نفس المجال أو من نفس المعجم أو من نفس الحقل المعجمي فالحياة هنا المطر وعنه تترتب السيول وهذه السيول تصب في البحر والثلاثة الكلمات هي تدل على الماء وهذا مراعاة النظير فهي من النظائر الفن الرابع من هذه المحسنات تشابه الأطراف وهو ضرب من مراعاة النظير ومنه قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فإن اللطف يناسب ما لا تدركه الأبصار والخبرة تناسب من يدرك شيئا الفن الخامس هو العكس أو التبديل وهو أن تقدم جزءا من الكلام ثم تعكس فتؤخر ما قدمت أولا وتقدم ما أخرت أولا كقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فهنا قدم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم أولا الحي على الميت ثم عكس بعد ذلك وقدم الميت على الحي ومن ذلك قول المتنبي إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلهم طل وطلك وابل العكس هنا قائم بين وابلهم طل وطلك وابل فقدم أولا الوابل على الطل ثم عكس وقدم الطل على الوابل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونلتقي في تكملة هذه المحسنات في الدرس المقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا